نبتة من المشتل الحلقة الأولى نبات الميدنيلا أو الأوركيد الفلبيني تسمى أيضا الأوركيد الفلبيني وهذا اسمها العلمي غالبية أصنافها التي تفوق المئتان أتت من الفلبين شجيرة جميلة مزهرة دائمة الخضرة أوراقها بيضاوية الشكل خضراء لامعة بطول 36 سنتيمتر حتى متر ونصف في موطنها الأصلي طول الشجيرة ككل ستة أقدام في موطنها الأصلي وثلاثة أقدام في بلداننا بعد التصدير زهرتها وردية جميلة جدا مناسبة للتنصيق الداخلي حان الوقت لتزيين بيتك بها وتغيير روتين النباتات التي عهدناها وألفناها تربيتها سهلة إضاءة قوية غير مباشرة أو شمس مباشرة جد خفيفة كي لا نحرق أوراقها تربة مسامية قريبة للحامدية وغنية بالمواد العضوية ري معتدل إلى قليل يعني بعد جفاف التربة لا نروي مباشرة ننتظر قليلا ثم نروي بعد ذلك الحرارة ما بين 21 و23 درجة مئوية هي الأنسب لنمو جيد وسليم للسحلبية الماليزية وهي جد حساسة للأجواء الباردة تسمد مرة كل شهر بالستناء فصل الشتاء تتكاتر بواسطة الفروع بعد معاملتها بهرمون التجدير ووضعها في تربة زراعية خفيفة تفقد بشكل دائم النبتة وامسح الغبار عن أوراقها وانتبه للحشرات التي تغزو بالأخص زهرتها الجميلة في بداية فصل الربيع نبتة الميدنيلا هي أول نبتة في سلسلة نبتة من المشتل وهي فقرة جديدة على قناتكم بضراء سنتحدث من خلالها في كل حلقة عن نبات جديد إذن اتركوا لنا في تعليق اسم النبتة الذي تريدون أن تروها في هذه السلسلة نبتة من المشتل كان معكم أخوكم توفيق دمتم بخير وإلى اللقاء